والله كريم إذا خلاك أن أنت فعلا تشفت من أن أنت كنت موزيع وبتايت تتجه للتمثيل والله هو مش شفت بس هو الموضوع حصل بالصدفة جدا يعني أنا كنت بقدم برامج وكنت بقدم أحد البرامج اللي هي نشط أخبار الفن كان برنامج فيورشيب بتاعته عالية جدا وكنت بعمل برضو كافريج للمهرجانات وكده وبعدين من خلال البرامج دي جات لي فرص وعروض للتمثيل فابتدى الموضوع وبعدين مع الوقت انجرفت شوية في حتة التمثيل دي بس ما كانش كارير شفت مقصود يعني حصلت بالصدفة حصلت بالصدفة بس أنت كان نفسك تمثل من زمين؟ كان نفسي أعمل من زمين وما كنتش داخل على فكرة موضوع الإزاعة والتقديم ده عشان أمثل لأ يعني أنا بحب ده وبحب ده لكن هي يعني حاجة جابت حاجة بس اللي اتنين ما لهمش أي دعوة ببعض خالص خالص؟ أيوة طيب طيب عملت أي ورش تمثيل لما بتاعت التجه وكده؟ طبعا عملت ورش في مصر وعملت ورش في أمريكا في لوس انجلس في ميزنر ستانفرد سكول وفي مصر عملت مفيش ورش التمثيل في مصر ما عملتهاش تقريبا عرضت كل حاجة يعني اشتغلت جامد قوي على نفسك طبعا طبعا دائما بسمع فنانين كتير قوي بيقولوا ان الورش برا مصر بتفيد جدا وان هي بكون مختلفة فعلا ده بيكون موجود؟ بصي هقولك على حاجة هم لها اكسبيرينس برضو كويس ولكن طريقة تمثيلهم بتختلف عن طريقة تمثيلنا انفعالاتهم مختلفة عننا طريقتهم مختلفة عننا في حاجات طبعا نقوم ده احنا هنا ده نتقطيع شرايين أو دراما أو رعيات أو نصوت ونعلي هناك هو في برود شوية هم هناك اه زي ما انت تقول فيه برود هم سطل شوية في ريكشناتهم ولكن في الاخر في مدارس تمثيل قامن ما بين المصريين والأجانب زي ليست راسبرج مايزنر وهكذا دي كلها تكنيك تمثيل عالمية وبتتطبق سواء في مصر أو بره بس هم طريقتهم نسبيا مختلفة عشان احنا عاصل مختلفين عنهم الزب ثقافتنا مختلفة طريقتنا وردود أفعالنا بتكون مختلفة تماما يعني ساعت بحسة ان ممكن لو انت طلعت وارشة بره مصر هسيبك من طبعا المدارسة اللي انت قلت عليها بس في حاجات تانية بيكون هم ردود أفعالهم أساسا في الطبيعي بتاعهم مش شبهنا مش شبهنا وساعت بيفتكروا اللي هو ايه يا عم انت مقفور كده ليه لا على فكرة هو عادي ما أنا أبتكلم هو بشاور بإيدي وبأتكلم وبعلي صوتي وبتاعهم بالنسبة لهم الكلام ده مش ايه ده هو بيعمل كده ليه فاهمه